موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من صحيفة أستريليا التي نشرت تحت عنوان إسرائيل وحماس على شفى حرب مفتوحة مع تصاعد الهجمات بينهما جاء فيه باتت إسرائيل وحماس على شفى حرب مفتوحة بعد التصعد من قبل الجانبين على طول الحدود بينهما وقد أعطت الحكومة الإسرائيلية المصغرة الإذن بشن هجوم جوي على قطاع غزة وذلك بعد أيام من سقوط الصواريخ على جنوب إسرائيل وأفدت تقارير إعلامية أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة أصدرت أمرا باستدعاء أربعين ألفا من جنود الاحتياط لشن هجوم مري محتمل على القطاع التصعد الإسرائيلي هذا يعتبر الأعنف على غزة منذ عام 2012 ويأتي بعد أن كثف المسلحون الفلسطينيون من إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل بينما قصفت الطائرة الحربية الإسرائيلية القطاع مخلفة أربعة عشر قتلا وثمانين جريحا وجاء الإعلان عن عملية الجرف الصامد بعد أن أطلقت حماس ثمانين صاروخا على الأقل على إسرائيل خلال أربع وعشرين ساعة وقال الراديو الإسرائيلي أن الجيش قصف حوالي خمسين هدفا في قطاع غزة ونقلت عن مصدر عسكري قوله أن القوات الإسرائيلية استهدفت عشرة مصانع وأربعة وعشرين منصة لإطلاق الصواريخ وأربعة منازل حماس من جانبها قالت أن استهداف المنازل الأربعة يعتبر تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وهددت بتوسيع عملياتها العسكرية نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة الحياة التي نشرت تحت عنوان داعش في سوريا يبيع برميل النفط بـ 12 دولارا والغاز بأسعار رمزية تقول الصحيفة علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش يبيع النفط الخام إلى التجار بسعر ألف ليرة سورية للبرميل الواحد أي ما يعادل نحو 12 دولارا وذلك بعد سيطرتها على كامل حقول النفط باستثناء أبار حقل الورد النفطي في ريف دير الزهر كما يشترط على تجار النفط بيعه بسعر 3000 ليرة سورية للبرميل الواحد أي ما يعادل نحو 18 دولارا وذلك في محاولة لكسب التأييد الشعبي في مناطق نفوذه وذلك في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري في كل المناطق وخصوصا في مناطق سيطرة الدولة الإسلامية يذكر أن النفط الخام كان يباع للتجار بمبلغ يتراوح بين 30 إلى 50 دولارا للبرميل الواحد فيما كانت تسيطر عليه الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية والدولة الإسلامية نواصل مشاهدنا الكرام مع شبكة CNN عربية التي نشرت تحت عنوان عبدالستار أبو غد مرتكزات إسلامية تتيح للدولة منع الاحتكار والغلاء وتنظيم الخصخصة والزكاة جاء فيه قال عبدالستار أبو غد أحد أبرز المتخصصين العالميين في الاقتصاد والصيرفة الإسلامية أن الكثير من المهام الحديثة التي تقوم بها الدولة يمكن تأصيلها وفق الشريعة الإسلامية وقال أبو غد رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لدى مجموعة البركة المصرفية في بحث قدمه حول دور الدولة في النشاط الاقتصادي ضمن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي إن الشريعة تعطي الحكومة دورا كبيرا عند حصول ضرر مجتمعي كما في حال رفض دفع الزكاة أو حصول الاحتكار ولفت أبو غد إلى أن هدف الدولة من المنظوم الإسلامي هو حراسة الدين وسياسة الدنيا مشيرا إلى وجود مؤثرات خارجية حدت من قدرتها على التأثير الاقتصادي وبينها اندماج أسواق المال العالمية والعولمة التي أضرت في الواقع بحقوق الدول النامية إلى جانب تشابك الاقتصادات العالمية وبروز تكتلات الإقليمية واتفاقيات تحرير التجارة وبحسب البحث المقدم من أبو غد فإن الاقتصاد الإسلامي لا يتعرض مع دور الدولة كما تضعه الطلوحات الفكرية الجديدة ولكنه يؤثرها بقيمه ومنها العدل والإحسان في التوزيع ومبدأ الشورى الذي يمكنه من تطبيقه في الاقتصاد أيضا لاستخلاص أقوى الآراء والحرية الاقتصادية المتمثلة بحرية دخول النشاط الإنتاجي والخروج منه وحرية تنقل عوامل الإنتاج وتبع أبو غد بالقول وفي هذا الصدد نستحضر قول النبي محمد دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض وهذا المبدأ النبوي أقدم بخرون مما تردد عند الاقتصاديين من مبدأ دعوه يعمل دعوه يمر كما تناول أبو غد الأصل الشرعي لعمليات تجري على العقارات مثل الإقطاع وأحياء الموات قائلا إن فيها أحاديثة نبوية تشير إلى منافع ذلك على صعيد تنشيط استغلال الموارد وزيادة الإنتاج كما لفت إلى أهمية دور الدولة في الضرائب والزكاة قائلا إن الأخيرة تشكل حافزا على الاستثمار ليكون أداؤها من ربح المال وليس من أصله مضيفا لا يغني أداء الضرائب عن إخراج الزكاة ولكن ينبغي تخفيف من الضريبة بحسن مقدار الزكاة منها وإذا قام ولي الأمر بجمع الزكاة فلا تحتاج إلى نية وله استخراجها جبرا لأنها حق المال وحول الاحتكار قال أبو غده إن النبي رفض الاحتكار وحذر منه وأضاف إذا علم ولي الأمر بوقوع احتكار فإنه يأمر المحتكر بإخراج محتكره وعرضه في السوق لبيعه مضيفا أن دور الدولة ليس بكافحة لاحتكار فحسب بل منع ظهور الاحتكارات نواصل مشاهدنا الكرام مع موقع العربي الجديد الذي نشر مقالا لسعد كيوان بعنوان بين البعث والخمينية جاء فيه مذابح تعذيب اغتصاب وفضائع يندلها الجبين ما يحصل يلامس حرب الإبادة إلى دررة أن ماضي العرب منذ نكبة 1948 وعلى مدى أكثر من ستين عاما يبدو أفضل من حاضرهم ومن مستقبلهم على مدى أكثر من نصف قرن تم ضخ سم قاتل في الجسم الثقافي العربي اسمه العداء للإنسانية وللفكر الإنساني عاملان سهما بشكل كبير في نشر هذا العداء في طول العالم العربي وعرضه البعث نهجا وسلطة ثم تبعه فيما بعد النهج الخميني وهما يبدوان في الظاهر متناقضين ومتعارضين الأول علماني نهضوي تحرري والثاني ثيقراطي عقائدي شعبوي ممتزمت وما كان يجمعهما في الظاهر هو العداء الاستعمار البعث والاستكبار العالمي والشيطان الأكبر الخمينية أي الولايات المتحدة وهذا مشكل قوة دفع ثورية للإثنين لدى شعوب المنطقة يضاف عليها لعب التيارين عقودا على وتري دعم وتقديس قضية الشعب الفرسطيني وقد مانت الطرفان بعدما أصبح سلطتين متمكنتين في سوريا والعراق وإيران وذوي أذرع طويلة ممتدة خارج الحدود مرسا كل أشكال التفرد في السلطة والهيمنة والتدخل والوصاية وبالتالي القمع والعنف والوحشية وذلك كله بهدف تدمير الإنسان والذات البشرية وكل ما حصل في العراق في ظل بعث صدام حسين وفي سوريا في ظل بعث الأسد الأبي والابن وفي إيران الإسلامية في ظل خميني ثم خاميني وما هو مستمر حتى اليوم خير شاهد على ذلك فإن عنوان التعاون غير المباشر بين نظام بشار الأسد المدعوم أساسا والمسعف بالأكسجين من طهران والولايات المتحدة هو عملية إزالة وتدمير الأسلحة الكيموية التي تم التوصل إليها في تسوية بعدما كان أوباما قد أعلن بلسانه عن مدء ضربة عسكرية لقوات الأسد خلال ساعات إنما يهم إيران في الأساس ومع النظامان في العراق وسوريا هو أن يصبح أسياد المنطقة وأصدقاء واشنطن وحلفاءها فيها بدل دول الخليج إلا أنه كما يقول المثل الشعبي أحيانا ينقلم السحر على الساحر ويتحول الغول الذي صنعه داعش إلى وحش كاسر نواصل مشاهدنا الكرام مصحفة ستار التركية التي نشرت مقالا بعنوانه هل يشاهد إحسان أغلو نفسه؟ جاء فيه يفتتح الكاتب أحمد طاشك تيران مقالته بالإشارة إلى العنوان الرئيسي لإحدى المجلات العائدة للتيار اليساري المتشدد في تركيا وحملت في صفحتها الأولى صورة للمرشح التوافقي لحزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية المرشح أكمل الدين إحسان أغلو وعبارات تؤيد انتخابه رئيسا للجمهورية في هذا الإصار يعبر أو يعرف طاشك تيران عن استغرابه من موقف إحسان أغلو الذي أمسك المجلة وتصور إلى جانبها ناسيا أن ذات المجلة المعروفة بفاشيتها أصدرت في أعداد سابقة عنوين تحض الجيش على الانقلاب على حكومة العدالة والتنمية بالإضافة إلى التحريض على اغتيال أردوغان يتابع الكاتب مقالته بالقول إن الدور الذي يلعبه إحسان أغلو نيابة عن حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية يكاد يكون غير مقنع لكثير من الناس حيث يظهر إحسان أغلو وكأنه يمثل دورا لا يتقن تمثيله وينتقل الكاتب للحديث عن إنجازات إحسان أغلو قائلا إنه لا إنجاز له سوى أنه اختير أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي وبضغط ودعم من حكومة حزب العدالة والتنمية أي أن أفضل إنجاز قام به إحسان أغلو كان من صنع حكومة حزب العدالة والتنمية وهنا نطرح السؤال التالي لو كان في الحكومة التركية أنذاك حزب الشعب الجمهوري أو حزب الحركة القومية هل كانت الحكومة ستهتم بالضغط من أجل تعيين شخصية تركية مثل إحسان أغلو في منصب السكرتير العام لمنظمة التعاون الإسلامي؟ الجواب لا وفي ختم مقالته يدعو الكاتب مرشح الرئاسة إحسان أغلو إلى النظر في تصرفاته والرؤية السلبية التي يحملها ويمثلها وإن لم يستطع إحسان أغلو أن يرى التناقضات التي يقوم بها فهذه مشكلة أخرى نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة ياني شفق التركية التي نشرت تحت عنوان تحدث وكأنه بشار الأسد جاء فيه بعد انتقاداته لبعض المواقف السياسية للخارجية التركية دفع المرشح التوافقي لحزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية لمنصب رئاسة الجمهورية أكمل الدين إحسان أغلو دفع عن السياسات الخارجية لكل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية معربا في الوقت ذاته عن وجهة نظره بأن فتح تركيا الباب أمام اللاجئين السوريين لم يكن قررا صائبا وأثناء حملته الانتخابية وزياراته الميدانية لحشد الدعم له خلال الانتخابات القادمة رد إحسان أغلو على انتعاض أحد المواطنين الذي كان قد أبدى شكوه في هذا الخصوص بأنه لم يكن يسعين على تركيا فتح هذا الباب لأن فتح الباب بهذا الشكل دفع ما يقره من مليون شخص سوري للدخول إلى تركيا ممن ليسوا ضمن تصنيف اللاجئين مضيفا أن على الرئيس القادم لتركيا ألا يسير على خطى هذه السياسة الخاطئة يذكر أن تصريحات إحسان أغلو هذه غالبا ما تواجه بردود فعل سلبية لمواقفه هذه من قبل معظم أوساط في تركيا بحسب الصحيفة نواصل مشاهدنا مع حديث الصحافة ونقرأ الآن في وكالة أنباء الأنضول التي نشرت تحت عنوان من هو الرئيس الجديد للإئتلاف السوري الوطني المعارض جاء فيه بفوزه بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسية للإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يصبح هادي البحرة الرئيس الثالث المنتخب للإئتلاف بعد كل من أحمد معاذ الخطيب وأحمد الجربة وقد انضم البحرة إلى الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من خلال عملية التوسعة التي جرت في الثلاثين من الشهر الخامس من 2013 ثم انتخبا عضوا في الهيئة السياسية للإئتلاف وأمين سرها شرك البحرة في مؤتمر جنب 2 الذي عقد في الثاني والعشر من كانون الثاني 2014 وكان كبير المفاوض ضمن وفد المعارضة السورية في جولة التفاوض ويأتي فوز البحرة برئاسة الائتلاف في وقت تعاني فيه الثورة السورية ويشهد الوضع العسكري على الأرض تراجع لقوات المعارضة فيما يعاني فيه الائتلاف من تجاذبات وخلافات وصلت إلى حد يهدد بتفككه في فترة سابقة وتلوح أمام الرئيس الجديد فرصة للملمة البيت الداخلي الائتلاف خاصة أنه أتى بعد توافق كتلتين رئيسيتين فيه هما كتلة الجربة وكتلة الصباغ إضافة إلى دعم كتل أخرى فضلاً عن أنه يحظى بثقة أطراف مختلفة سواء داخل الساحة السورية أو على صعيد الأطراف العربية والإقليمية والدولية ولعل مهمته ستعرف نجاح أكبر إذا عمل على تشكيل جيش وطني مقاوم وتأمين الدعم اللازم له ولد هذه البحرة في دمشق عام 1959 وحصل على إجازة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة ويتشتا في الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح مديراً تنفيذياً لمستشفيات عرفان وباقدو في جدى بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة بين عام 1983 و 1987 ثم صار المدير التنفيذي لشركة الأفق للتطوير التجاري في الفترة بين 1987 و 2003 ثم المدير العام لشركة الأفق العالمية للمعارض بين عامي 2004 و 2005 وبات مديراً تنفيذياً لشركة تيكنوميديا من 2005 وحتى الآن يتقن البحر اللغة الإنجليزية محادثة وكتابة ولديه خبرة واسعة في أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا العرض وفي كل ما يتعلق بالإنتاج الإعلامي وتنظيم المؤتمرات وأنظمة العرض والترجمة نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة العهد التي نشرت مقالاً لعبير الحرية بعنوان أطفال سوريا براءة تهدر على أرصفة بيروت جاء فيه تشير إحصاءات دولية بينها تقرير لمنظمة العمل الدولية أن قرابة خمسين ألف طفل سوري يعملون في لبنان في ظروف صعبة ولساعة طويلة يتعرضون خلالها إلى شتى أنواع المخاطر وذلك بغية إعانة عائلتهم ويتركز عمل هؤلاء الأطفال في الشوارع والمتاجر على حساب التحاقهم من الدراسة حيث تظهر الدراسات أن 30% فقط من الأطفال اللاجئين في لبنان يتابعون تحصيلهم العلمي وسط هذا المشهد الإنساني المؤلم تقف الدولة اللبنانية والمؤسسات الدولية عاجزة عن تقديم أي شيء فلالمدارس اللبنانية قادرة على استعاب هؤلاء الأطفال وللمساعدات التي تلقاها المنظمات الإنسانية تكفي لاحتواء اللجوء السوري بأشكاله المختلفة ويوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لوسائل الأعلم أن الحكومة اللبنانية عاجزة كليا في هذا الإطار بسبب ضعف المساعدات التي تتلقاها وبالإضافة إلى قلة المساعدات يقول درباس إن عدم قدرة المدارس الرسمية اللبنانية على استعاب أكثر من 100 ألف تلميذ اللاجئ من أصل 400 ألف ترك قرابة 300 ألف طفل سوري من دون مدرسة ولا تعليم وهذا يضعهم في مهبي لاستغلال نختم مع زبداني أف أم من مجلة أكسوجين تنظم الدولة الإسلامية يطلق سراحة 100 معتقل في سجونه بمناسبة إعلان الخلافة عن جد الشعب السوري محظوظ أضايع بين إصلاحات وعفو سياتو ومكرمات خليفة الداعشي اللهم ربي السر حدد السعادة ومفتي الجمهورية أحمد بدر الدين حسون الملقب بحسونه وبالتشاور مع أصحاب الفضيلة والنفاق في سوريا مقدار الصدقة وفدية الصيام وزكاة المل وأشار البيان إلى أن من لم يجد قوت اليوم فلا يجب عليه شيء ما يعني أن الشعب السوري كل ما عليزك ولا هم يحزنون طبعا بحسب حسون إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحاصة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم نلتقي بعد غد إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة